بسم الله الرحمن الرحيم تقييم الأضواء على الدرس 1 إلى 6 تقييم الأضواء على الدرس 1 إلى 6 أول سؤال بيقول لي اختر الإجابة الصحيحة أسبوع ويومين أسبوع ويومين هنا الأسبوع هنا يومين وهنا أيام يبقى لازم كله يبقى أيام حاول الأسبوع لأيام الأسبوع في سبعة أيام يبقى هنا هجمع السبعة مع اليومين اللي هم اتنين يبقى سبعة واثنين تسعة السؤال اللي بعده بيقول لي ساعة وخمسون دقيقة فيهم كم دقيقة هحاول كله يبقى دقائق هنا الساعة فيها 60 هجمع الستين مع الخمسون هنا صفر صفر هو الصفر وستة وخمسة 11 وهنا دقائق بكتبها عادي خلاص هنا بجمع برضو 415 واثنين وخمسة 7 واربعة واثنين 6 هنا بقت 6 وخمسة وسبعون دقيقة انا ما عندش في الاختيارات 6 وخمسة وسبعون دقيقة ما هو ما ينفعش اقول خمسة وسبعون دقيقة لما بوصل الستين يبقى انا كده وصلت الساعة فهنقل الساعة اللي هنا من الستين على الستة تبقى سبعة وكتب الباء يبقى انا هطرح من الخمسة وسبعين ده الستين اللي هي الساعة اللي هي خمسة وسبعون مقس ستين خمسة نقس صفر هي الخمسة وسبع نقس ستة واحد بقت 15 دقيقة والستة دي خدت لها ستين دقيقة يعني بقت الستة دي سبعة يبقى سبعة وربعة هنا هطرح تسع نقس واحد تمانية وخمسة نقس واحد أربعة وخمسة نقس ثلاثة اتنين هنا 10 كم 10 متر من 10 كم المتر بضرب في 1000 من 10 متر المتر بضرب في 1000 هضرب العشرة دي في 1000 العشرة في 1000 بعشر TL وضربية 30 ألف ودي يعني زائد هجمع عشر يوبى 10 تلاف زائد عشرة ب10 تلاف وعشر السؤال اللي بعده بيقوللي أكمل ما يأتي هنا جايبلي 16 ألف ربعمائة وخمسون متر عايزهم قللي في الكيلو اللي في الكيلو اللي هو خانة الالاف واللي في المتر اللي هو خانة المئات هنا باخد خانة الالاف كلها وهنا باخد خانة المئات كلها يبخانة الالاف اللي هي الستاشر بنقلها على بعضها الالاف وعشرات الالوف معها ولو في مئات الالوف برضو بنقلها كل خانة الالاف مع بعضها مع الكيلو والمتر هنا ربعمية وخمسين بكتب ربعمية وخمسين احد والعشرات والمئات موجودين اللي هو خانة المئات اللي هي المتر تلاتة كيلو جرام وربعمية جرام فيهم كام جرام الكيلو جرام لجرام بضرف 1000 من كيلو جرام لجرام بضرف 1000 التلاتة في 1000 ب3000 ودي يعني زي 400 جرام يبقى 3400 جرام هنا 6 لتر و465 ملي لتر و هنا ملي لتر ملي لتر ملي لتر دي وحدات قياس الساعة 1000 ملي لتر ملي لتر 1000 بحطة 30 صفار لللتر لما كون بحول من كبير له صغير بضرف 1000 يعني عشان احول من اللتر الملي لتر هضرف 1000 لكن لو هقسم هشيل صفار يبقى هنا 6 لتر فيهم 6000 ملي لتر وهنا واوي يعني زائد هجمع 6000 زائد 465 يبقى 6465 هنا 4 ساعات و20 دقيقة فيهم كم دقيقة جاب لي دقيقة يبقى كله يبقى دقاي هفك اللي 4 ساعات الساعة فيها 60 هضرب اللي 4 في 60 هضرب اللي 4 في 6 في 24 وبحط الصفر واوي يعني زائد وهنا 20 يبقى 240 زائد 20 اللي هي 260 0000 426 2 وما فيش هي الاتنين السؤال اللي بعده هنا بيقول لي 14 ساعة فيهم كم دقيقة عايز حوال من ساعة لدقيقة الساعة 60 دقيقة الساعة 60 دقيقة أضرب في 60 أخذ اللي 14 أضربها في 60 هاي الصفر أبحطه وبضرب الستة في 14 على طول بنقل الصفر وأضرب الستة في 14 اللي 4 في 6 ب24 أربعه معنا لتنين أضربه بعد كده أجمع الستة في واحد بستة واتنين معاي يبقى 8 يبقى 8 840 دقيقة سؤال اللي بعده 12 دقيقة كم ثاني؟ من دقيقة أل ثانية من دقيقة أل ثانية بضرب في 60 هاخذ اللي 12 أضربها في 60 هحط الصفر واضرب اللي 12 في 6 ب72 هنا هطرحي عادي خالص هنا 6 نقص 7 ماينفعش هتبقى 6 دي 16 واللتنين دي تبقى 1 16 نقص 7 9 واللتنين دي بقت واحد واحد نقص واحد صفر طبعا أنا باستلف من خانة الدقايق اللي جنبها عادي لكن لما باستلف من خانة الساعات باستلف الواحد اللي باستلفه ب60 فأنا الوقت استلفت من الدقايق استلف من الدقايق عادي لإن دي دقيقة ودي دقيقة يبقى هنا 6 نقص 2 أربع يبقى 4 ساعات وتسع دقايق هنا هجمع 7 و 2 9 0 1 هو الواحد وخمسة وتلاتة تمان يبقى 8 ساعات وتسعتاشر دقيقة السؤال اللي بعده بيقول لي بدأ محمد العمل الساعة 9 و 14 دقيقة صباحا يعني بدأ شغله الساعة 9 الصبح و 14 دي ده الصبح وانتهى من عمله الساعة 2 و 32 مساء هنا صباحا وهنا مساء وده الفرق لازم أركز بين الصباحي والمساء كم قضى؟ طبعا كم قضى يا محمد في العمل قاعد قد إيه في الشغل طبعا أنا بطرح هو قاعد قد إيه في عمله بطرح الكبير نقص الصغير انتهي هنا هتقول لي التسعة الكبيرة والتنين الصغيرة يبقى المفروض أكتب 9 و 14 دقيقة نقص 2 و 32 دقيقة طبعا الكلام ده مش صح لإن هو بدء التسعة الصبح هو من الكبير التسعة الصبح ولا تنين في الظاهرة فعلشان أعرف أطرح لازم أحول اتنين في الظاهرة دي هحول الساعة اتنين دي طب أحولها إزاي؟ أنا عندي الساعة 12 12 مزبوط بعدها الساعة 1 دي تبقى 13 بعدها الساعة 2 دي تبقى 14 يعني أنا لو عملت كتبت دي 14 14 ساعة عادي خالص هتبقى سهلة في الطرح أكتر من أن أنا أطرح كده طبعا الناتج هيطلع غلط لأن هنا الكبير التسعة والصغير الاتنين لكن التسعة ده الصبح والاتنين ده في المساء فلازم علشان أحلها لازم أحول الاتنين دي ليه 14 14 ليه؟ لأن الساعة 12 بعدي بعدها 13 و14 برجحها لأصلها تاني لعدد كبير أعرف أطرح وممكن تعملها بخط الأعداد بتبقى سهلة برضو ممكن تاخد التسعة والاربعتاشر وتكتب هنا الاربعتاشر واثنين وتلاتين وتعملها بخط الأعداد برضو بتبقى سهلة طبعا حولتها لك هنا أهيات سؤال بقت 14 و32 دقيقة هنا بطرح الترحي سهل لبقى خالص مفيش مشكلة هنا 12 2 نقص 4 ماينفعش بقت الاتنين دي 12 وأنا سلفة من الدقيق مفيش مشكلة يبقى الثلاثة دي 2 12 نقص 4 بقت 8 واثنين نقص واحد واحد و14 شيل منهم 9 على طول يتبقى لي 5 ساعات و18 دقيقة لو أنت عايز تحولها لدقايق هتضرب الخمسة في ستة الخمسة في ستين بتلاتين تضرب الخمسة في ستة بتلاتين وتحط الصف يبقى 318 دقيقة لكن لو أنت مش عايز تحولها هو ما طلبش تحولها يبقى معايا خمس ساعات و18 دقيقة سؤال اللي بعده بيقول لي بدأت هبة مذاكراتها الساعة 4 و 52 مساء وظلت تذكر لمدة 52 دقيقة هي هنا ساعات ودقايق وهنا دقايق هنا ساعات ودقايق وهنا دقايق علشان أجمع هجمع الدقايق مع بعضها لو عايز أجمع هجمع الدقايق مع بعضها أو أحولهم كلهم لدقايق ممكن أحولهم كلهم لدقايق يعني أحول لأربع ساعات دي لدقايق وأجمع كل الدقايق مع بعضها ما ينفعش أقول 52 و 52 هجمعهم هجمعهم مع بعض مش البقية حطه على الساعات لان دي دقايق ودي ساعات ما ينفعش انقل هنا احط واحد الا ما يكون وصلت الستين علشان احط واحد على الاربعة دي يبقى انا وصلت الستين دقيقة احطها على الاربعة تبقى خمس هنا هجمع بقى فمتى انتهت هبة من مذاكرتها يبقى هي بدأت مذاكرتها الساعة 4-52 دقيقة وقعدت الزكرة 52 دقيقة امتى انتهت هبة من المذاكرتها طبعا هجمع هنا الاربعة ساعات واثنين وخمسين دقيقة انا محولهم هنا الاثنين وخمسين دي اهي والاربع ساعة حولتها ضربت في ستين الاربع في ستة باربع وعشرين وحطت الصفر بقت عندي جامعة عادة خالص صفر واثنين هي الاثنين واربع وخمسة تسعة واثنين وما فيش هي الاثنين كده بقت كل دي دقيق اللي هي 292 دي دي 292 دقيقة هجم عليهم الاثنين وخمسين دقيقة تديني 344 دقيقة يبقى علشان اعملها كلها لدقيق هو محدد لش وعيزة بالساعات ولا لأ هنا انا عملها لك بطريقة تانية بالساعات هنا بالدقايق وعملتها لك بالطريقة التانية اللي هي الساعات هنا الاربع ساعات واثنين وخمسين دقيقة حولت الاربع ساعات بالدقايقة هي دي الاولانية اربعة في ستة باربع وعشرين بقت ميتين واربعين دقيقة وجمعت عليهم الاثنين وخمسين عادي بقت ميتين واثنين وتسعين دقيقة هنا الاثنين وخمسين اللي هي ضفتهم على الميتين واثنين وتسعين بقى التلتمية اربعة واربعين عايز احولهم لساعات التلتمية فيهم خمس ساعات ودي حفظها التلتمية فيهم خمس ساعات لان الخمسة في ستة بتلاتين وبحط الصفر يبقى تلتمية وبالخمس ساعات بتلتمية دقيقة يبقى هنا خمس ساعات وبقى معي اربعة واربعين دقيقة يبقى خمس ساعات اربعة واربعين دقيقة لو عايز تحول السؤال اللي بعده بيقول لي يتمرن يتمرن حسام يوم السبت لمدة ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة وتمرن يوم الحد لمدة ساعة واثنين وخمسين دقيقة عايز الوقت او مجموع الوقت في التمرين اليومين هجمع اليومين دي سهلة دي ساعات ودي ساعات ودي دقيق ودي دقيق ما فيش مشكلة هجمع اللي اكتبهم ساعتين وخمسة وعشرين دقيقة وساعة اثنين وخمسين دقيقة خمسة واثنين سبعة واثنين وخمسة سبعة واثنين وواحد ثلاثة في الوقت أنا وصلت لـ 77 دقيقة soula memassar ue7 7-6-1 الى الآن سؤال اعتدت مونه ركوب دراجتها في أيام الأجازة وفي أحد الأيام بدأت ركوب الدراجة الساعة تلاتة وعشر دقايق بدأت ركوب الدراجة الساعة تلاتة وعشر دقايق وانتهت مامارست هذه الرياضة الساعة تلاتة واربعين ديئة فكنا الوقت أخذته في ركوب درجة عايز الوقت المنقضي طبعا هنا هطرح اللي هو البروBre Nine الثلاث ساعات واربعين دي نقص الثلاث ساعات وعشر دقائي الوقت المنقضي بطرح الثلاث ساعات واربعين دي نقص الثلاثة وعشر صفر نقص صفر صفر آآ أربع نقص واحد ثلاثة وثلاثة نقص ثلاثة صفر يبقى ثلاثين دقائق والسلام عليكم ورحمة الله